من مرسيليا مراسل قهر الإخبارية خالد شقير إذن خالد أرحب بك وفيما يبدو أن الإضرابات سوف تهدد بشل فرنسا لأنه كما نرى فيما هو مكتوب الآن في الشاشة أن هناك مواجهة من قبل النقابات العمالية لمشروع الحكومة لتعديل قانون التقاعد يبدو خالد إذن المواجهة مستمرة فيما بين كافة الأطراف هناك نعم حساني بعد التحية زالت المواجهة ما بين الحكومة الفرنسية من ناحية النقابات العمالية والأحزاب اليسارية وحزب اليمين التجمع الوطني من ناحية أخرى مستمرة الحكومة الفرنسية بتواجه مأزق كبير وتحدي كبير داخل أورقة البرلمان الفرنسي والجمعية الوطنية قبل أن تنتقل في بداية مارس القادم أو ينتقل هذا الملف ملف التقاعد إلى مجلس الشيوخ الفرنسي من المعروف أن مجلس الشيوخ الفرنسي هو من الأغلبية من حزب اليمين الديجولي وهو حزب الجمهوريين في هذا الوقت النقابات العمالية اجتمعت بالأمس وكانت هناك تشدد كبير في المواقف بعد نجاح مظاهرات السبت الماضي على حد قول المتحدث الرسمي باسم هذه النقابات أن كان هناك 2.5 مليون فرنسي في المدن الفرنسية المختلفة وعلى حد وصف أو إحصاء وزارة الداخلية الفرنسية لم تتجاوز الأعداد 663 ألف أي المليون ما زالت حرب أو معرقة الأرقام مستمرة ما بين الحكومة الفرنسية من ناحية وأيضا النقابات العمالية من ناحية الأخرى هو أن اعتزام أو تعتزم النقابات العمالية الاستمرار بالاحتجاج في الشارع الخميس القادم 16 فبراير وأيضا أثلاثاء 7 من مارس القادم في هذا الوقت وفي هذا التوقيت سيكون مشروع تقاعد أمام مجلس الشيوخ الفرنسي لن تكون هناك مجرد تظاهرات أو حتى إضرابات ولكن شلل تام بكل ما تحمله الكلمة من معنى هذا ما أكدوا أيضا صباح هذا اليوم في ليب مارتنازي الأمين العام للعمال بفرنسا لكن هذا الشلل الذي يمكن أن يحدث كما قلت خالد في فرنسا هل يؤكده دعوة النقابات أيضا إلى يومين إضافيين للتعبيئة وهذا قد يعني يؤدي فعلا كما قلت إلى شلل في فرنسا وبالتالي عمق المواجهة ما بين هذه النقابات العمالية وما بين قوات الأمن ما يشكل عبءا على قوات الأمن للمواجهة المشكلة تكمن حساني حسب المختصين والمراقبين فأن إحداث هذا الشلل الذي سيكون يوم يبع فقط لم يتم الإعلان على أنه سيكون مثلا يوم السادس عشر سيكون يوم السابع من مارس القادم شلل سيدبعه بعض من ردود الأفعال التي يمكن أن توصف بالقوية طارة من قبل الحكومة في مواجهة هذا بالتشدد أو مزيد من القوات الأمنية في الشارع وأيضا مزيد من الاحتجاجات وإحداث الشلل التام في البلاد معنى شلل تام في البلاد بأن هذا اليوم لن يكون هناك لا حركات في المواصلات لا مترو ولا سكك حديدية ولا حتى حركة طيران مدني داخل فرنسا وستتوقف الشركات شركات الطاقة عن العمل ستتوقف المدارس عن العمل وهذا يمكن أن يدخل البلاد في مشكلة كبيرة ومشكلة اقتصادية في الوقت التي تعاني في فرنسا وتعاني في دول العالم من مشكلة التضخم وما غير ذلك النقابات العملية تراهم أو تحاول لي ذراع الحكومة الفرنسية هذا اليوم وهو السابع من مارس القادم ولهذا كان هناك حديث تليفوني ما بين إليزابيس بورنبي الأمس مع ممثل النقابات العملية منها الـ CGT أو نقابة العمال وـ CFDT وهي نقابة العمل وفورسو فريي وهي نقابة أيضا العمال أحد أهم النقابات تحدثت مع السبع أعضاء الخاصين بهذه النقابات أو الاتحادات العملية في محاولة لإخناعهم بعدم اللجوء إلى القوة من خلال الشارع وأحداث تأثيرات سلبية على الاقتصاد الفرنسي وصف هذا الحديث فيليب مارتينيز صباح هذا اليوم على قناة بيف ام تي دي بأنه اتصال الهاتف فيه فرضته وظيفة رئيسة الوزراء وأنه لم يكن اتصالا استهدفت منه تحريك المياه الراكدة وأن الحكومة الفرنسية ما زالت صماء لا تستمع إلى الشارع الفرنسي على حد قول فيليب مارتينيز إذن نحن أمام بالفعل مواجهة كبيرة في الأيام القليلة القادمة لا أستطيع التكاهن لا أنا ولا حتى المختصين في الشأن الفرنسي والمراقبين عما سيحدث في فرنسا في الأيام القليلة القادمة في الشارع لا أستطيع أن أحدثك عنه بالرغم من أن السماء صافية والشمس صاطعة على فرنسا إلى أن الأجواء ملبدة بالغيوم على الحكومة الفرنسية وأن ما زالت عمليات الصد والرد وعمليات القوة ما بين النقابات العملية والأحزاب اليسارية باستخدام الشارع الفرنسي مرة أخرى مستمر مع السطوع الشمس كما تحدثت إذن في مرسيليا خالد يبدو أن هناك أيضا في الأفق محاولات ليل الزراع كما قلت ما بين الجانبين تهدي طبعا ما بين النقابات العملية والحكومة وستوف نشاهد ما يحدث من خلالك خالد أشكرك جدا من مرسيليا مراسق قهر الإخبار يا خارد شقير كنت معنا مباشرة